يشارك وزير الخارجية سمح شكريا الاثنين المقبل في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وأوضحت وزارة الخارجية أن جدول أعمال وزير الخارجية يتضمن مشاركة في عدد من القمم والفعاليات رفيعة المستوى ذات الأهمية الخاصة ومن المقرر أن يلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثالث والعشرين من سبتمبر ويشارك في قمة أهداف التنمية المستدامة وقمة الطموح المناخية كما يترأس وزير الخارجية لاجتماع الوزاري حول الخسائر والأضرار وكذلك المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي تترأسه مصر مع الاتحاد الأوروبي